اشتركوا في القناة اصدقاء ولكن يحاسبون نفسهم يحاسبون شركاهم كل سنة اخر سنة متقعدون الكاسب المادري اللي عنده دكان شركة يحاسب شريكة خاصة للشركات الكبرى بعد كلها كمبيوتر بعد محاسبة المتقي الرسول يقول لأبي ذر لا يكون الرجل من المتقين يعني ما يصير متقي الا حتى يحاسب نفسه اشد من محاسبة الشريكة لشريكة الشريكة حاسب شريكة انا شريكة منه نفسي احاسب نفسي فيعلم الحساب شنون يصير حتى يصير دقيق فيعلم من اين مطعمه احنا ناكل نشرب ننام نلبس هذه كلها نعم الله سبحانه وتعالى ولكن بأي طريقة فلان يجي يطي خمس ويخالف من اين حصلت هذا المال اذا من الحرام هذا الخمس من اين مطعمه اين مطعمه اين مطعمه يعني هذا حلال حرام طعام حلال حتى المكروه ما يقترب الى فكيف بالحرام من اين مطعمه ومن اين مشربه الاشراء اللي يشربها ومن اين ملبسه الانسان عنده شراب وطعام ولباس كل هذني موجودة للانسان اخوة هي شلون هذي حلال حرام امن حلال ام من حرام شوفوا الدقة في المحاسبة يا ابا ذر من لم يبالي اكو ناس مو مهم عندهم حلال حرام مو مهم شوفوا الدقة في التعبير يا ابا ذر من لم يبالي من اين يكتسب المال لم يبالي الله عز وجل من اين يدخله النار استجيروا بالله اخواني ترى الدقة لازمة شوية احنا دائما نقول شفاعة اهل البيت عليهم السلام والنعم ولكن هل نستحق الشفاعة مشكلة اللي ميبالي بعد مو مهم عنده اللهم يوم القيامة ميبالي يا ابا ذر من سره ان يكون اكرم الناس اكرموا كريمي عني الطيب يعني الى كرامة عند الله من سره ان يكون اكرم الناس فليتق الله عز وجل اللهم اجعلنا من المتقين اشتركوا في القناة